اشتركوا في القناة شعب المفتوحة لاستعادة مؤسسات الدولة المختطفة وتخليص الوطن من شرور عسابة الحوث الإرابية التابعة لإيران جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين الرابع والعشرين من أغسطس عشرين عشرين بقيادة إعلام المقاومة الوطنية تزامنا مع فعليات الاحتفاء بالذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام وقال العميد طارق الناس تتطلع لدور المؤتمر الشعبي العام في الأزمة وفي الحوارات وفي تقديم الحلول كتنظيم يمني رائد لم يأتي من الخارج ولا هو عبر للقارات أسمى في بناء اليمن طوال الفترة الماضية وحل الكثير من مشكلة اليمنين والصراعات داعيا قيادة المؤتمر إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في توحيد الصف ولم الشمل لهذا التنظيم المرتبط بتراب الوطن ومنجزاته وأكد أن نجاح المؤتمر خلال فترة حكم الزعيم عالي عبدالله صالح والممتدة 33 عاما هو نتاج الأساس الصحيح الذي بني عليه وسار به منذ النشأة يوم الرابع والعشرين من أغسطس 82 تشعمائة وألف للميلاد ولفت إلى محاولات استنساخ المؤتمر مؤكدا أن المؤتمر معروف ولا ينكر ولا يتخلى عن دور مؤسسه إلا إنسان غير مؤتمري وأكد العميد طارق أن السلام في اليمن لن يتحقق في ظل وجود الميليشيات الحوثية الإجرامية كونها أداة لتنفيذ أجندة خارجية إيرانية ولكون قيادتها تدعي بحقها الإلهي في الحكم الأمر الذي يسد الطريق أمام كل خيارات السلام مستلهما تجربة السلام في الحديدة وقال مهما بدلنا من جهود للسلام لن نصل إلى نتيجة مع الحوثي الذي يتخذ من محطات السلام والهدى انتكتيكات مرحلية مثل ما حصل في الحديدة واتفاق ستوكولم وتابع الحوثي لا عهد له استغل توقف زخم تحرير الحديدة لغرض تفعيل باقي الجبهات وحقق للأسف نتائج في نهم والجوف وحول إعادة ترتيب صفوفه في الحديدة من خلال حفر خنادق وإنشاء متارس واللغام كل شيء البر والبحر إلا أن كل ترتيباته في الحديدة لن تقف حائلا أمام عزيمة القوات المشتركة ووجه العميد طارق رسالة للحوثي بهذا الخصوص بالقول متى ما أذن الله بمعركتنا لن تنفعك للألغام ولا الخنادق ولا الأنفاق كل هذه سترجع قبورا لأتباعك والمغرر به من أنصارك الذين تسوقهم إلى الموت كخطيع أغنام وفي السياق وجه العميد طارق تحية إجلال وإكبار للأبطال في جبهة مارب مؤكدا أن الحوثي ينتحر فيها ولن تكون إلا مقبرة له ولأتباعه وأحلامه البغيضة وأضاف من هنا نكرر تحية للأبطال من جبهة مارب من أبناء الجيش وقبائل عبيدة ومراد وجهم وكل القبائل اليمنية المشاركة في نصرة مارب والذين يقدمون تضحيات جليلة مرغت أنف الحوثي واختتم العميد طارق كلمته مؤكدا أن مارب أصبحت مضبحة للحوثي وأنصاره لا لشيء إلا أنه يرضي غروره وبحثا عن النفط لكنها عصية عليه بإذن الله وسيخسر وستعود الأمور إلى نصابها هذا وتم في اللقاء الذي حضره الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية العميد صادق دوايد عضو القيادة المشتركة في جبهة الساحل الغربي مناقشة سبل الارتقاء بالأداء الإعلامي للمقاومة الوطنية لمواكبة التحديات التي تواجه بلادنا إلى ذلك دعت ميليشية الحوثي تصفية رضوان محمد حسين قنان المكن أبو الوليد العدني أحد أبرز قيادة تنظيم داعش كان التحالف العربي قد تمكن من قتله قبل أربع سنوات واعتبر سياسيون ادعاء الميليشيات محاولة منها لتغطية على العلاقة المشبوهة بينها والجماعات المتطرفة في محافظة البيضاء وكان المركز الأوروبي لدراسة متابعة الإرهاب والاستخبارات قد أكد في تقريره المنشور في يونيو 2019 بعنوان مؤشر تراجع تنظيم داعش في الجمن أن رضوان قنان المسؤول العسكري لتنظيم داعش لقي مصرعه في إبريل 2016 مع عدد من قيادة التنظيم بغارة عسكرية للتحالف على مدينة زنجبار بمحافظة أبيان جنوب الجمن أعلنت قوات الجيش عن مقتل 25 عصرا من ميليشيات الحوثي في صد هجوم لعناصرها على مواقع عسكرية شمال محافظة البيضاء وفي غرب مأرب تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في قطاع نجد العتق بعد هجوم وصفه مصدر عسكري بالنوعي للجيش وقبائل الجدعان وفي جبهة شرق الجوف أفاد مصدر عسكري أن كمائنا محكمة نصبتها القبائل المجاميع حوثية في منطقتين اللسان وأم العربي أسفر عن قتل وجرح أعداد من العناصر الحوثية وتدمير معدات عسكرية اشتركوا في القناة